راحنا راحوا بدايةاً بالست مروة سعد وهي مهندسة وأحد ضحايا السكري أهلاً وسهلاً ست مروة شرفتنا وأيضاً معنا في الاستوديو الدكتور حازم عبد الرزاق وهو استشاري الأمراض الباطنية والسكري شرفتنا دكتور أهلاً وسهلاً بحضرتك راح أبدأ وياه مروة مروة حتي لي مختصر قصتك أنت يعني خريجة جامعية شهادة هندسة شلون طورت الأمور ووصلت إلى أن أصبحت ضريرة يعني بالبداية وراء التخرج قمت أتعرض لمضاعفات وبوطعته هواي بالسكر أكثر نعم نتيجتها صار عندي أول شيء نزيب بالشبكية عالجت واستقر والوضع بس بعدين صار عندي انفصال زر الطبيب قال لي اهنا عملتوا الانفصال الشبكية مناجحة أطوش نسبة نجاح بأحسن مركز أحسن طبيب خمسة بالمية يعني انشاءت وضعتي شوية بتقدمه طيب انتي بس هنا سؤال بحضرتك شو وقت كنتي مصابة بالسكر مش قد عمرك بالبداية من كان عمر ثلاث سنوات ثلاث سنوات واستمر معاك السكر إلى أن بدأت هاي المضاعفات تظهر طيب هل هناك حلول لموضوع النظر بالنسبة لك؟ بالعراق لا يعني لحد الآن راجع طبيب نعم يقول لي ما عرف ممكن ما يرجع نظر ممكن يحتاج له وقت طويل واني كل هاي يعني هو من فترة وفترة يضربني أبار وليزار وأدوية ومقويات على أمل قلت لي يعني أكو غير شيء يعني مثلا تدخل جراحي أي شيء ثاني قال لي لا كل شيء ما يقوم حاليا أنا واحدة من عيوني نهائي ما أشوف بينا نعم والثانية؟ الثانية بس ضوة لايت غلوب يعني نعم طيب حاليا أنت مسيطرة على مستوى السكر عندك يعني بالعلاجات؟ أكيد أنا حاليا كل شيء مسيطرة عنها من بدأت المضاعفات عندي سيطرت تماما على السكر لأنه الطبيب قال لي لازم سيطرة على السكر فسيطرت الحمد لله أنا هسا سكري التراكمي الستة يعني كل شيء تمام ويوميا أفحص دور أكثر من خمس مرات أنا أفحص مشكلتي كوين اليوم ست مروة؟ يعني شنو المطلوب إحنا اليوم حتى نقدم لهذه الشريحة شريحة المصابين بالسكر وخصوصا اللي صار عندهم مضاعفات أو صار عندهم مشاكل أخرى علاج مشكلة عندنا بالعراق ما موجود؟ شنو القصة؟ أكيد وكل مستزمات بالعراق ما موجودة يعني الصراحة الإنسانين الموجود بالعيادات ما يخدم الأطفال يعني هذا حاجة حتى أطباء نعم وبالإضافة له أنه يوزعوه نقص يعني الخابط وصافي هسا أو الميكستار نقص ما يكفي حتى شهر بالنسبة لي أنا وأختي ما يكفينا من شلنا نستلي أنتوش كم شخص بالعائلة أتكم؟ أحنا اثنين بنات بين سكر نعم ويعني كل واحد عنده حصة دوائية يمكن؟ أي عنده حصة دوائية بس همين ما تكفينا ما تكفيكم؟ شون تسدون النقص؟ شون تفطرون تشترون؟ نشتري نصيد اليوم نفطر مرات نشتري يعني لأنه مدعما نقدر نشتري نوفر الإنسانين الموجود مكلف أسعار غالية بالصيدليات؟ أكيد الأبرى الوحدة عشرين ألف ما تكفينا عشرة يوم بالإضافة لشراءة الفحص أنا فحص قلت لك يوميا خمس مرات حتى أحافظ على المتبقي من عيني خمس مرات أو أكثر مرات راح أرجع لش مروح خلال الحلقة؟ مروح أيضا كلمة أخيرة حتى تقول لنا شنو اللي مطلوب اليوم كمريضة سكري أنا أول شيء أريد علاج إلي العيوني لأنه علاج شخارج العراقي ممكن؟ أي علاج خارج العراق بألمانيا تكلفتها كل جغالية وأنا سألت موجود العلاج بس هنا بالعراق ما موجود إذا نشكر أش مروح نتمنى من وزارتي الصحة والدكتور سيف البدر تطلع على حالة حضرتك يا ريت نساعد هذه السيدة أنه ترجع نظرها مهندسة وأحضر ضحايا السكري أستثمروا وساعد شكرا لحضرتك لوجه سيوانا شكرا لحضرتك للمشاهدة